برحب بيضي فتنة الكريمة في هذا اللقاء لصد دكتورة نوها عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث دكتورة نوها مساء الخير مساء الخير زي حضرتك؟ زي حضرتك؟ بتشوفي ازاي شائعة زي اللي بتطلع دي؟ والحقيقة يعني اتصور ان في بعض الشائعات حتى يعني بتكون مش منطقية فمش مفروض ان هي يعني ان هي تم تدولها اصلا لان هو لازل الاسب ممكن بتصدق وبتختلق حاجات مش موجودة يعني احنا طول الوقت كنا بنأكد ان فيه فرق كبير قوي بين اطار الابحاث واطار التطبيع على الارض الواقع اما بنكون بنشتعل في اطار تجربة بحسية بيبقى كلام واضح جدا ومحدد وكلام ده طبعا كان في خلال السنة اللي فاتت لانه كان الموضوع جديد والعلم لسه بيتطور ومحتاجين نطلع لقاحات امينة وفعالة فكمثال مثلا تجربة سينوفارم مصر شاركت فيها تجربة دولية كبيرة الحقيقة شاركت فيها 3000 مشارك وساعتها وكان واضح جدا ان دي مشاركة وان لها بقى كل الشروط والضوابط من حقك تشترك من حقك ترفض فيه استمارة موافقة بنقراها تفاصيل وضوابط كتير جدا لكن وانس قررنا انه خلاص فيه معلومات كافية انه اللقاحات تبقى موجودة ومطروحة للمجتمع لان احنا عندنا كمجتمع علمي بقى دليل علمي كافي خلاص اكتفينا من مرحلة الابحاث احنا دلوقتي في مرحلة ترخيص الطوارئ والتلقيح الفعلي للمواطنين فيعني قولا واحدا حب اكد ان كل اللقاحات المطروحة في المجتمع الحقيقية مش المصري بس المجتمعات الاخرى اللي المواطنين بيتلقاحوا بيها الان عدت من بدري جدا مرحلة التجارب الاكلينيكية وحاليا في مرحلة التفعيل احنا دلوقتي بنتكلم على مليارات الطعام بيانات بقيت متاحة اكتر واكتر بيانات حتى عن بعض الفئات اللي ما كانتش من الناحية العلمية والاخلاقية جائز ان احنا ندخلهم في التجارب زي مثلا الحوامل في اطار المليارات بالفعل في ناس بالصدفة بالصدفة اكتشفت مثلا واحدة الطعامة واكتشفت بالصدفة انها حامل بعدها في اي دولة بتبدأ تريفورد فحتى بقى عندنا بيانات عن كل التفاصيل دي في نطاق التجارب الفعلية والواقعية على ارض الله